حروح للبحر وما أكثر خفايا وأسرار البحر وحضاراته اليوم حروح مع ضيفنا وهو فنان تشكيلي كان عنده رؤية خاصة بمقاربة التاريخ السوري كيف من خلال لوحة أطلق عليها حارسة البحر واليوم الشيء الموجود ضمن البحر بحاجة لحراسة وبحاجة لمتابعة ولثقافة فكرية وفنية وتشكيلية كيف قدر يجسد هذا التاريخ؟ قدر يجسده من خلال عدة أيقونات خلاها تكون هي محور لوحته اللي هنستعرضها معكم لليوم بقياس مترين بمتر استطاعت هاي اللوحة أنه تعبر عن مقولة تاريخية انطلقت من فجر التاريخ فكر مشاعة وحضارة أدت مفرداتها محبتها الإنسانية وللحديث أكتر بشكل موسع عن هذا العمل الفني الجميل بسنة رحب الفنان التشكيلي علي نفنوف عضو اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا سعد صباحك استاذ صباح الخيرات أهلا وسهلا فيكم صباح الخير استاذ علي أهلا وسهلا بحضرتك نورت صباحنا ودائما نور وجودكم شكرا من هتان لحارسة البحر يعني أيقوني وراء أيقوني واليوم دائما أنت حذر بانتقاء أعمالك كرمال ما تكون خليني نقول عرضة للتشابه والتكرار فكرة جميلة جدا حملت رموز وأيقونات جدا جميلة نحكي عنها ذكرتني من هتان إلى حارسة البحر وكأنني أنتقل من الماء إلى الماء هتان شيء مختلف عن حارسة البحر حارسة البحر قد يبدو للبعض أو للقارئ أو للمستمع من الوهل الأولى وكأنني أرسم البحر كلا أنا أتحدث عن فنيقيا عن الحضارة السورية عن الأم السورية الخالدة بقوة التاريخ التي كانت حارسة لهذا البحر البحر المتوسط الذي سمي بحر المحبة أو بحر السلام الذي يمتد ويصل وتبدأ الرحلة منه وتنتهي إلى بحر الظلمات إلى أعمدة هرقل إذن أنا أتحدث عن سوريتي عن سوريا الجميلة عن سوريا التي أحب عن سوريا التي كانت والتي أتمنها أن تبقى كما هي مركز إشعاع حضاري أنا حفيد الفينقيين معجب جدا أو متيم جدا برسالة جدي بعل وجدة أشتار نحن في هذا الشرق محكومين بنقيدين نقيد الحياة ونقيد الموت نعم وفي رسالة أو في لوحة تجسيد واضح لهذين النقيدين عندما يقول الإله موت أنا سأكون إله الأرض وسأكون إله الموت ويناديه جدي بعل أحطم سيفك واتبعني لنزرع الأرض ولنزرع الجبال محبة ووئامة سلاما لبني البشر إذن نحن أمام رسالتين من تناقضتين رسالة موت ورسالة حياة أنا من حاجة لرسالة الحياة الحياة هي بنظر الفنان التشكيلي اللون والحب والجمال حارسة البحر هي حقيقة حارسة الجمال السوري أنا أنصب نفسي كمدافع قوي وكحارس لهذا الجمال السوري لذلك كانت اللوحة تمام اليوم كل عمل لحضرتك عم بيكون مميز عن العمل اللي قبله أكيد في رسالة حضرتك من كل عمل بتحب أنك توصلها خلينا نحكي أكتر عن هذا الشيء طبعا حارسة البحر هي مانا فنتازيا لوني أو فنتازيا فنان تشكيلي حاب يعمل أكشن هي قراءة تاريخية هي تقديم للتاريخ بصيغة بصرية جميلة لأنه نحن تعودنا المؤرخي قدم لنا المعلومة التاريخية كذا كذا قبل الميلاد كذا كذا بعد الميلاد كذا كذا قبل الميلاد التواريخ هذه صارت بالنسبة للمتلقي أو للقارئ متعبة ولغة جافة حاولت أنا بلوحتي أنه أنا شارك بصياغة التاريخ من خلال لوحة بصرية هذه من جهة من جهة تانية محاولة العمل على هوية فنية تشكيلية سورية لحقيقة نحن لا نملك هوية تشكيلية سورية نحن في ضياع تشكيلية كل مننا يرسم على هواه تحت مسميات مدارس ومذاهب فنية ولكن ليس لدينا هوية تشكيلية معرفية حقيقية حاولت أنا من خلال لوحتي أنه أنا كون مبادر إلى أنه نعيد سياغة التاريخ نعيد سياغة أمجادنا بلوحة بانورامية فيها مفردات تحكي حكاية بلغة مختلفة غير لغة المؤرخ اللي هي بالأرقام والتواريخ ما قبل الميلاد أو ما بعد الميلاد أو إلى آخره طيب أستاذ علي عم نشوف بعض اللقطات لللوحة ولا مراحل عمل اللوحة يعني شفنا الإله بعل الإله عشتار ومينيرفا إذا أنا ماني غلطانة مينيرفا نعم طيب اليوم هدول أيقونات سورية تاريخية حضارية يعني اليوم قدي بتشكل لك حالة فضولية لفك الشفرات وأسقاطها من خلال الريشة على اللوحة إلا أنت وقت اللي بترجعي لكل مفردي من المفردات وتفوتي بي تفاصيلها وقصصها وأساطيرها وملاحمها وحكاياها بتشوفي قديش في عنا جمال مدفون بحجم قبر مترين بمتر تاريخنا مدفون بحجم قبر مترين بمتر يعني بعل وقت اللي بتحداه للإله يم بعل هو إله الري والسقاية والطبيعة وهو الإله المحارب وهو الإله السوري وهو ابن جده كان الإله إيه الكبير الآلهة قد بتصارع هو الإله يم إله البحر البحر بده سيطر على اليابسي بتصارعه بينتصر الإله بعل ما بتروق الفكرة لإله الموت الإله موت بيجي الإله موت بينصب نفسه عدو للإله بعل بتصارعه هي صراع فكرة الحياة والموت بينتصر الإله بعل وبيقتل الإله موت وبيحطمه بسيفه وبتنتهي أسطورة الموت بعد سبع سنوات بيستيقظ الإله موت وبينتقم وبيقتل للإله بعل توصل الحكاية والرواية للإله عنات واللي هي زوجة بعل الإله عنات بتنتقم للإله بعل بأنه تهجم على الإله موت بسيفه وبتقطعه إربا إربا وبتنتفه وبتطحنه وبطاحنة الراحة وبتنسره بالأرض النسر بالأرض هو بداية النسر أو حكاية تحاكي بزار القمح إعادة الحياة من الموت هي أسطورة ملحمية طبعا هي حكاية جميلة جدا أنا ما قادر أحكيها بلوحة ولكن أنا قادر أن أعطي دلالات ومؤشرات للقارئ أنه يرجع يسأل أنه هاي المفرد اللي رسم الفنانة التشكيلة علينا في نوف شو كان بيقصد فيها فوقت اللي بيدور على مصادر ومراجع بيلاقي شي جميل جدا بتابع مثلا أنا رأس صدفة الموريكس صدفة الموريكس هي عبارة عن صدفة بحرية مرسومة موجودة باللوحة طبعا حكاية صدفة الموريكس هي يعني أنت بتعرفي أنه أجدادنا الفينيقيين هني اللي صدروا الأرجوان إلى العالم وصار اللون الأرجواني هو لون ملبوس طبقة النبلاء في العالم حتى حرم على غير النبلاء ربس اللباس أو ارتداء اللون للأرجوان صديقنا نيرون أصدر فرمان بالإعدام لمن يرتدي اللون للأرجوان كان اللون مقدت للنبلاء طبعا هذا اللون هو لون سوري في نيقي أنتجوه أجدادنا أنتجوه من صدفة اسمها صدفة الموريكس كيف اكتشفوه؟ كان الإله ملكارت عم يتمشى على شاطئ صور صور طبعا مقره أو الكرسي تابعه بعمريت لملكارت عم يتمشى هو حورية صديقته اسمه تيروس تيروس عشيقته لملكارت عم يتمشوا على شط البحر الكلب الكلب الحورية بيستعد الصدفة وبيلتهمها بيتصبغ أنف الكلب باللون الأرجوان شو هالحكايات اللي عم ترجعنا عليها؟ بتتطلع على الحورية بتقوله بدي فستان بهذا اللون فبيأمر الحاشي والمملكة بيجمعوا له عشر تالاف صدفة من صدفة الموريكس وبيضحنوها وبيستخرجوا منها اللون الأرجوان وبيصير الأرجوان هو اللون في نيقي سوري وبيتصدر إلى العالم بالفخاريات وبالسفن هاي وحدة من المفردات مفردي أخرى موجودة عندي اسمه نقش بارابيا طبعا نقش بارابيا فيه تعتيم عالمي وإعلامي وتاريخي على النقش ما بعرف ليش أنه مقصود غير مقصود ما بعرف أنا بعرف أنه في الحضارة السورية أو التاريخ السوري فيه محاولة لإقصاءه لتهميشه أنا عم حاول إحيه من خلال لوحة أو لوحات نقش بارابيا هو نقش وجد على شواطئ البرازيل فيه عبارة أنه نحن موجودين هون 12 رجل وثلاث نساء عبرنا بحر الظلمات بدعاء الإله بعل ووصلنا لهون وبقينا سنتين تايهين ببحر الظلمات ووصلنا له المنطقة هون ونحن نتضرع للإله لإنقاذنا طبعا هذا النقش يدل أنه أجدادنا الفينيقين وصلوا إلى القارة الأمريكية قبل كولومبوس وبالتالي نحن المكتشفين القارة الأمريكية قبل كولومبوس ليه تم الدخل إعلامي على أنه مكتشف القارة الأمريكية كولومبوس وتم التعتيم على نقش بارابيا حاولت إظهاره اليوم حاولت إظهاره طبعا أنا كل المفردي عنده حكاية تاريخية ولكن ما فيني أنا أكون مؤرخ أنا فنان أنا عن بعطي دلالات وإجارات للي بيحب أنه يتابع ونحن علينا فنك الشفرة نعم اليوم قديش هذا الشي بيطلب من الفنان معرفة دقيقة بالتاريخ وأيضا هذا الشي يكون راسخ فعلا بزهنه ومو بس أنه أنا اليوم الفنان بده يروح ليقرأ هذا التاريخ لحتى ينتج هذه اللوحة بده يكون عنده معرفة كتير دقيقة بالتواريخ وأيضا يكون هذا الشي راسخ بزهنه لحتى يترجم هذا الشي بمفرداته ولغته قبل المعرفة بده يكون عنده خوف من المؤرخ والمؤرخين لأنه عصى المؤرخ لا ترحم وعصى الناقة التاريخي لا ترحم يعني ما بيغفر لي الخطايا تبعي فأنا ما بيعترف أنه أنا فنان تشكيلي أنه أنا عم قدم حالي فنية هو بده لاحقني على المعلومة التاريخية فالمعلومة التاريخية هو حريص عليها جدا ويحمل عصى قوية سيدرب بها بقوة لذلك أنا أعرف أنه خصمي قوي جدا خصمي هو مؤرخ لذلك أنا لا أقدم إلا على ثقة مطلقة من وجوده ومن مرجعيته التاريخية تماما فأغلب المفردات الموجودة بلوحتي هي مفردات موجودة بمتحف اللوفر موجودة بمتحف جبيل وموجودة بمتحفنا السورية وموجودة في كلها والسؤال يعني أنا بسأله أنه ليه لا يكون الإله بعل أو الإله عشتار النقش أو التحفي الفني موجودة بمتحف اللوفر وأنا كفنان سوري يعني عم إتباه أني مجرد رسمته حقيقة مفروضة تكون هاي ثقافة سورية مفروضة نعممها بمدارسنا بوزاراتنا بمؤسساتنا بشوارعنا أنت تطلعي على كتير دول بتشوفي شيء من ثقافتهم موجودة بشوارعنا وبحدائقهم هاي ثقافة مفروضة تعمم أنا جريء في أني عم ناضل لوحدي عم ناضل لوحدي وعم أعطي إشارات لوزارة الثقافة لوزارة التربية أنه أخي خلونا نتعاون سوا ونقدم كل واحد شو عنده أنت عندك المؤرخ اللي بيقدم لك المعلومة بصيغة تاريخية لغوية أكاديمية صح بس أنا فنان قادر قدم لك المعلومة بصيغة بصرية بحيث أنه يقبل المتلقي بالعين بيقراء بالعين فبينظر لها نظرة مختلفة فبينظر لها بنظرة الباحث المفتش عن هذه اللوحة أو عن مفرداتها وهذا الشيء بخلينا أو بخلي الفنان التشكيلة وحضرتك أن تكون جداً حذر بالانتقاء وتكون قارئ جيد للتاريخ والحضارات وقد بدك تروح لإسقاط هذه الحضارات من خلال ريشتاك نحن نتمنى لك أعمال جميلة جداً بهذه الألوان اللي شفناها ضمن اللوحة واللي هي كتير قريبة كانت لألوبنا أستاذ علينا فنوف نورت صباحنا لليوم بانتظار أعمال جديدة بانتظار نشوف هذا العمل وغيره ضمن معارض وروحنا نكون الأول الزائري لحضرتك أكيد شكراً كتير لأيلك نتمنى لك التوفيق شكراً لكم شكراً للمحطة وشكراً للقناة واسمحوا لي أني اشكر الكاتب والإعلامي علي الرائع اللي كلمته الجميلة في اللوحة واشكر الفنان السوري الكبير أنور الرحبة الله يمد بعمره وشاعرنا الجميل حسن سمعون اللي عطوا قيمة حقيقية لللوحة نحن بدنا نشكره من خلالك ونشكر كل حدا اليوم داعم بالكلمة معنوياً لحتى اليوم الواقع التشكيلي بسوريا يكون أفضل شكراً استعزائي ونحظت شكراً لكم